رحمة كنا نتكلم عن الواقع إذا كان احتلالا كيف نتعامل مع هذه الهيمنة تفضل الدكتور نعم قبل الإجابة لو سمحت بعض الكلمات الاستدراكية فيما يتعلق بتجربة حزب العدالة والتنمية وزعيمه طيب رجب أردوغان فأنا أشرت إشارات سريعة فيما يتعلق بالسياسة الداخلية وقلت إن السياسة الداخلية المتبعة الآن هي تخفيف وتقليص من هيمنة اللادينية والعلمانية وأنها تحسن الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية داخل المجتمع التركي وهذا كله يتماشى مع الإسلام وهو نوع من تطبيق الإسلام ونوع من تطبيق الشريعة أيضا على الصعيد الخارجي أيضا يمكن أن أشير والأحداث قريبة منا نعايشها ونشاهدها مباشرة نوع من تطبيق الشريعة الإسلامية الذي يقوم به أردوغان ولو لم يكن باسم الشريعة هو أنه شيئا فشيئا يعيد إلى الأمة الإسلامية وإلى الأمة التركية تحديدا عزتها ومكانتها وتأثيرها الآن تركيا نعرف من 70 سنة أو 80 سنة كانت تبعية تابعة تبعية مطلقة مندمجة في المشروع الغربي الأوروبي الأمريكي الصهيوني انخراط تام الآن الجميع يعرف لا أحد يناقش أن تركيا صارت فاعلا مرفوعا ولم تعد مضافا إليه مجرورا ولم تعد دولة دليلة ولا تابعة ولا تؤمر ولا كده عزة تركيا وعزة المسلمين وبل حتى عزة الفلسطينيين يعتزون الآن بأردوغان هذا جزء من الشريعة هو جزء من تطبيق الشريعة ولذلك أصبح الآن أردوغان في أعين الجماهير المسلمين والعرب وليس الأتراك فقط رجلا له مكانته وله احترامه وله تقديره الذي فرضه بحسن سياسته وحسن سياست حزبه فهو مشكور ومقدر لهذا السبب وهذه كلها مختسبات للأمة ستنعكس على المجتمعات وتنعكس حتى على الموضوع الذي نحن بصدده وهو موضوع الاحتلال تركيا الآن تنتقل من حليف تابع للحلف الأطلسي ولإسرائيل إلى ند إلى محاكم إلى من يستعلي على إسرائيل ويلقنها الدروس ويقول لها عليك أن تفعلي وعليك أن تفعلي وهكذا يعني هذا كله خدمة وهذا الذي حصل أن قدموا تدار رسميا لتركيا نعم فعلى كل حال مواقف كثيرة الآن المهم أن تركيا إقليميا ودوليا وداخليا أصبحت فاعلا أساسيا مستقلا له تأثيره ويحساب له حسابه ويخطب وده سواء من الدول المجاورة أو حتى من الدول الغربية بالنسبة لموضوع الاحتلال طبعا الاحتلال لا شك أنه ليس له إلا حكم أساسي واحد وهو مقاومته وجهاده حتى ينجلي هذا هو الحكم الأساسي الواضح الذي لا غبار عليه وأنا أحسب أن هذا ليس من القضايا التي تعجز فيها الأمة بل الأمة لم تستعمل ولا واحدا بالمئة من طاقاتها الأمة التي أعنيها هي من دكار إلى جاكارتا هذه هي الأمة الإسلامية فضلا عن ملايين المسلمين الآخرين المفرقين في دول أخرى هذه الأمة الإسلامية كلها مستعدة الشعوب الإسلامية كلها مستعدة للمساهمة بشكل أو بآخر بدرجة أو بأخرى في مقاومة هذا الاحتلال وفي ذحره وفي إنهاء وجوده لكن قبل أن تواصل نأخذ اتصال عفوا دكتور ممكن معنا من الجزائر الأخ جمال تفضل أخ جمال كمال تفضل عفوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أستاذ شيخ بيتوني حقي الله كالله أزاك الله خير اسمعنا من التلفون فقط وبدون صوت التلفاز لو سمحت يا أخ كمال نعم أنا بعيد عن التلفاز أنا في الحقيقة أريد فقط توضيح مصطلح يلد علينا كثيرا نريد التوضح من سيادة الشيخ ما هو؟ مصطلح الاجتهاد التنزيلي الاجتهاد التنزيلي؟ نعم الاجتهاد التنزيلي يعني تنزيل الاجتهاد التنزيلي تسمع هذا إن شاء الله من الشيخ شكرا لك يا أخ كمال نعم تواصل ثم نعود إلى الإسوال الأخ فإذا قلت هناك ظروف معينة سياسية محلية تمنع الشعوب الإسلامية والأمة الإسلامية من أن تقوم بواجبه هذا الموضوع الذي هو المقاومة نعم هو الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال نعم هذا أمر يجب أن يكون واضحا من نتائج هذا الواقع أن أصبح الفلسطينيون بل جزء من الفلسطينيين هو الذي في الواجهة إذن هنا تأتي قضية الواقعية والأمة كلها خرجت من هذه الواجهة الأمة خرجت وجزء كبير من الفلسطينيين أخرجوا لأن الآن ما يسمى بفلسطينيين شتات ربما أخرجوا ليكونوا واقعين أو ربما خرجوا بحثا عن الواقعية لا للأصل أنهم هجروا ورحلوا قسرا هذا شيء معروف منذ ما قبل 48 وأثناء 48 وما بعدها وفي مجازر معروفة ومحطات معروفة تم تشريد الفلسطينيين وتهجيرهم وهم الآن ستة ملايين يوجدون خارج فلسطين خارج فلسطين وما داموا خارج فلسطين فهم تحت حراسة الدول العربية المضيفة وغير العربية فكما يقال الضيف في قبضة المضيف فهم لا يفعلون شيئا ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ماذا بقي؟ بقي فلسطيني الداخل وفلسطيني الداخل كما هو معروف نستطيع أن نقسمهم هناك أراضي 48 ولهم وضعيتهم هناك الضفة وهناك غزة على كل حال المقاومة بشكل أو بآخر ما زالت في هذه البقع الثلاث أراضي 48 يقاومون بطريقتهم أراضي أو الضفة هناك مقاومة كامنة الآن وفي ظروف معينة هناك غزة في الظروف أيضا المختلفة المعروفة فالآن كل واحد من هؤلاء يمارس نوع من المقاومة أو التربص لأجل هذه المقاومة بطريقته فهذا من الواقعية فإذا ليس مطلوبا الآن والمشروع السلمي عفوان دولتور المشروع السلمي أليس أقرب للواقعية؟ لا أولا يمكن أن أتي إلى المشروع السلمي قبل ذلك خلي المقاومة نفسها اختلاف درجاتها وأتاليبها هو نفسه نوع من الواقعية الذي أعرفه لا أحد الآن من الفلسطينيين لا حماس ولا فتح ولا الجهاد ولا الشعبية ولا كذا يطالب مثلا فلسطيني أراضي 48 بحمل السلاح لا أحد لماذا؟ معناه أنه مجمعون على أن مقاومتهم ليست بالسلاح تختلف عن مقاومة هذه الغزة مثلا؟ نعم نعم إذن في الضفة الأمر يختلف في غزة وهذه واقعية؟ وهذه واقعية وإلا يمكن أن نقول الحكم الأصلي هو من داكار إلى كولا لنبور أو كذا الجهاد والجهاد هو القتال المحتلة احتلنا بالقتال فيجب أن نقاتله لكن مع ذلك من واقعية الاجتهاد الإسلامي المقبول الذي لا غبار عليه أن الآن هذه المقاومات تختلف حتى داخل فلسطين دعكا من من هم خارج فلسطين ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إذن هنا نأتي إلى سلام أو مفاوضات أو كذا الذي يمكن أن أقوله أن الفلسطينيين الذين عنيتهم لهم الآن في داخل فلسطين بأجزائها الثلاثة الآن فلسطين ثلاثة أجزاء الضفة وغزة وأراضي 48 هؤلاء وخاصة لهم يعترف العالم كله أنها فلسطين وأنها ليس من إسرائيل وهي الضفة والقطاع هؤلاء هم أدرى بقدراتهم وخياراتهم وأساليبهم إذا تشاوروا وتشاورت القيادات وأخلصت نية لله تعالى فقدرت أن توقف وأن تدخل في هدنة طويلة أو قصيرة فلا غبار عليهم في ذلك ولا جناح عليهم في ذلك وهم مأجورون أجرا واحدا إن أخطأوا ومأجورون أجرين إن أصابوا فهذه هي الواقعية فليس لأحد أن يلزمهم حتما بأن يقاتلوا دائما وأبدا وفي جميع الظروف وفي جميع الأحوال بل هذا كلهم تروك لتقريرهم وإن رأوا المقاومة والجهاد إذا قدروا ذلك وتشاوروا فيه فنحن معهم إذن لا ترجحون لهم أمرا معينا لا ليس لي أنا أن أرجح قد أعطي رأيا احتماليا لكن الذي يتخذ القرار ويجهد الجهاد الحقيقي الذي يوضع موضع التنفيذ هو الذي في الميدان لكن